موسيقى شاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موضوع اليوم يعقد مجلس أنواب جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية وتتميز بدراسة والتصويت أيضا على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة للمزيد عن الدورة الخريفية وحاصيلتها تنضم إلينا الأستاذة الدكتورة خديجة والغازي أستاذة القانون العام وعلم السياسة بكلية الحقوق بفاس أهلا بكم أستاذة والغازي أهلا أستاذ بوروز ألف مرحبا إذن نتحدث عن دورة خريفية عادة ما تتسم بمناقشة المناقشة التقليدية والمألوفة لقانون المالية برأيك كيف كانت هذه الدورة الخريفية التي نأتي على نهايتها نعم إذن شكرا أستاذ بوروز على الدعوة الكريمة إذن كما تعلمون اليوم سوف يختتم البرلمان المغربي دورته الخريفية بداية أستاذ بوروز أستاذ بوروز يريد أن نتكلم على الحصيلة تنضم مبدئيا في تقدير الجد متواضع الحصيلة لن تكون مغايرة للمراحل السابقة أو للدوارات السابقة من حيث الإنتاج تشريعين تتكلم تنعرف بأن الحكومة تشريع أكثر من البرلمان هذه أصبحت ظاهرة ملازمة للبرلمان المغربي ولكي نكون منصفين لا يتميز فيها فقط البرلمان المغربي ولكن كذلك في مجموعة من الديمقراطيات إلى غير ذلك مع الأسف ما نسجل في هذه الضورة هذه قبل منطقة المعلقة المالية استمرار مجموعة من الظواهر السلبية أستاذ بوروز والتي تؤثر سلبا على الصورة الدهنية وكذلك النمطية للبرلمان لدى المواطن المغربي استمرار ظاهرات تلغية برغم أن البرلمان تأخذ مجموعة من الإجراءات والتي تتبقى إجراءات خجولة إجراءات جد محدودة وأبانت عن محدوديتها كذلك المدة الزمانية الغير المتكافئة المناقشة بين الفرق الأغلبية والمعارضة والأهم هو أن البرلمان مع الأسف يعني يوجد في حالة تبعية غير منطقية لا تتلأم ومفرادات التي نعيشها في المغرب حاليا مما أثار السلبا على حتى من سبطيقة في الشباب المغربي في العامر البرلماني يمكن هناك مجموعة من الدراسات أكدت أن ثقة شباب المغربي في البرلمان المغربي لا يتجاوز 21% وثقته في الحكومة لا يتجاوز 16% كما أشرتم أستاذ برويس إجابة على سؤالكم تتميز الضورة الخارفية بأن الحي الزماني الأكبر تتخذ مشروع قانون المالية وكما تعلمون مشروع قانون المالية هو أهم لحظة ديمقراطية في حياة أي دولة ويمكن هو الاجتماع الذي يتطلع إليه يعني كل المواطنين المغاربة وكل النخاب السياسية لغير ذلك باختلاف مشاربهم ومستوياتهم إلى غير ذلك لماذا؟ لأنها تحدد ميزانيات الدولة الميزانيات القطاعية الاستراتيجية العامة للدولة الأولويات إلى التوازنات السياسية إلى غير ذلك إذن نقاشات كانت لبأس بها في الغالب وهنا الحكومة يمكننا نشعر أنها تعاملت نوعا ما بذكاء مع مجموعة من التعديلات المقترحة خاصة من مجلس المستشارين تجاوزت 57% من التعديلات المقترحة التي تعاطت مع الحكومة إيجابيا من مستوى مجلس النواب تقدم بتقريبا بعض 30 مقترح تعديلي لمشروع قانون المالية الحكومة تجاوزت مع 28% ولكن الملاحظة مع الأسف هو أنها لم تتعاطى بشكل جيد مع مقترحة تعديلية التي تبنتها فرق المعارضة المعارضة أستد بورويست بنات تقريبا كثر من 165 مقترح تعديلي لمشروع قانون المالية كان هناك إجمع بين فرق المعارضة رغم اختلافها وتشردهمها حول الأولويات التي يجب أن يتبنى مشروع قانون المالية دي العشرين ثلاثة وعشرين تنتكلم على الهشاشة الفقر القدرة الشرائية عقلانات المالية العمومية إلى غير ذلك وتبنت كما قلنا تقريبا 165 مقترح تعديلي مع الأسف الحكومة استجابت فقط لخمس مقترحات تعديلية مع الأسف سيدة خديجة أولغازي هل نجحت الحكومة الآن ونحن في الدورة التشريعية الثالثة إذا لم تخني الذاكرة التي لهذه الأغلبية هل نجحت في تسريع وطيرة العمل البرلماني والإنتاج وعملية أيضا المصادقة على النصوص هل بالفعل مررنا إلى سرعات أكثر مع مرور الوقت أم لا شوف أستاذ بورويس يمكن سنتظروا كذلك ما سوف يسفر عليها آخر اجتماع للبرلماني بشكل حصيلة الإنتاج التشريعي نعم بشكل نعم ولكن يعني أنا كما قلت لك مرة أخرى في تقديري الجد بسيط يمكن حتى الوطيرة النفس هاي الإنتاج التشريعي يعني لا يختلف كثيرا على ما رصدناه في الولايات التشريعية السابقة هناك مع الأسف تتكلمنا على السلبية تهضر لزمن التشريعي يجب الانتباه إليه وكذلك تنظر النقطة الأساسية التي يجب أن تنتبه إلى البرلمان هي مسألة مساءلة الحكومة ومحاسبة الحكومة على مجموعة من على برنامج ها الحكومي على مجموعة كذلك مشاريع القاونة إلى غير ذلك مع الأسف تنتكلم على استمرار مع الأسف مجموعة من السلبيات كما قلنا تؤثر على طريقة العمل البرلماني نقطة مهمة تأخذ كذلك في هذه الدورة مع الأسف وتحسب ضدنا أستاذ بورويس هو أن مثلا الحكومة كما تعلمون قامت بسحب عدد مهم من مشاريع القوانين على رأسها مثلا مشروع قانون مهم جدا وهو الإطراء الغير المشروع وهذا السحب هذا الذي لم تتبعه أي تعليلات وتبريرات إلى غير ذلك أثار على المرتبة أو تصنيف المغرب لدى مجموعة منظمات الدولية على رأسها ترانسبيرنسي انترناشنال لخلات المغرب يتموقع في مرتبة 38 أو حصلة 38 نقطة من أصل 100 نقطة وهذا كان فيه تراجع خطير جدا سبع مرات مقارنة مع سنة الماضية هذه المسائل التي يجب أن ينتبه إليها بشكين أكبر البرلمان المغربي مرتبطة بالمعيش اليومي لمواطن المغربي هل ما تحدثت عنه أيضا وما ذكرت في استهلال هذا الحوار من أن الحكومة تشرع أكثر من البرلمان لكن أيضا هناك هذا التأخر من لدنا الحكومة في عدد من الأوراش من أجل تقديمها جاهزة لها هذا البرلمان الذي يشرع أقل منها نتحدث مثلا عن القانون الجنائي تحدثت أيضا عن تعديلات المرتبطة بالإثراء غير المشروع هناك أيضا ما يتعلق بالإضراب وغير ذلك نعم هي في الحقيقة مجموعة مهمة من القوانين أستاذ بورويس لازلت في قاعة الانتظار وهي موقع مساءلة وموضوع تساؤل من قبل كل المراقبين تنتقل على المشروع فقط الحق في الإضراب القانون تنظيم المتعلق بالإضراب القانون المتعلق بالنقابات وهذه قوانين غاية في الأهمية هناك قوانين تم سحبها كذلك أستاذ بورويس المتعلقة بالاستغلال أو احتلال الملكة العمومية كما تكلمنا على الإطلاق الغاية المشروع إذن هذه كاملة قوانين غاية في الأهمية وتعكي صورة نوعا ما على طريقة تدبير عمل هذه المؤسسات السياسية بشكل نعم سواء كثب برلمان أو حكومة ويجب الانتباه إليها ويجب تعليلها ويجب تقديم أجوبة أستاذ بورويس وعدم السكوت حول هذه القوانين ذات الأهمية القصوى في الولاية التشريعية السابقة التي سبقتها قبل ذلك أيضا كنا نتحدث عن ما يسمى بالمخطط التشريعي أو برنامج التشريعات الذي تنوي الأغلبية والحكومة أيضا تمريره في ولاية معينة الآن هل نتحدث عن رؤية تشريعية واضحة للفترة للسنوات المتبقية في هذه الولاية ما أن الأمور هكذا غير مضبوطة بالأجندا شوف أستاذ قبل أن تكلموا على المخططات التشريعية يجب بعد تقييم ما تم إنجازه سابقا الحصيلات الانتاج التشريعي يجب تقييمه يجب الوقوف على مكامل الخلل من أجل تطوير العجلة الانتاج التشريعي داخل البرلمان يجب الوقوف أمام قوانين مهمة جدا الحكومة مع الأسف هنا نقطة كذلك لم يشر إليه البرلمان فالدورة الخارفية وأنه لم ينجح في مساءلة حتى الحكومة حول مجموعة من القوانين حول مجموعة كذلك حتى مختطة الاستراتيجية تم تبني فيما بعد من قوانين مرتبطة به مرتبطة بالتقاعد بالتغطية الصحية بالعمول المساعدات المادية العينية المقدمة إلى العائلات المعوزة إلى غير ذلك ولكن في نفس الوقت الحكومة لم تتبنى أي مبادرة حقيقية من أجل يعني الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن المغربي وهنا تنشف بأن إذا كنت تتكلم على الدولة الاجتماعية رأى إحدى مفراداتها الأساسية هو الحفاظ على الطبقة المتوسطة والأهم هو حماية المواطن الذي يعيش في وضعيتها شاشة إذن ماذا فعلت الحكومة هي القوانين المرتبطة بهذا أستاذ خدجوال هذه النقطة أيضا هي بالغة الأهمية مسألة احتضان انشغالات المواطن ضمن المؤسسة التشريعية وتحدثي عن مسألة غالاء الأسعار ومسألة القدرة الشرائية وبالنظر أيضا إلى أن مؤهلات البلد الفلاحية الآن لربما تؤهل السوق لأن تطرح فيها المنتجات بأسعار أفضل مما هو موجود حاليا مسألة الخضار وغير ذلك التي تباع أحيانا بأسعار تناهز أو تضاهي مكيلاتها المصدرة في بلدان أوروبية وغربية أخرى إلى أي مدى المؤسسة البرلمانية بالفعل ناقشت هذه الموضوعات وطرحت السؤال مثلا فيما يتصل بمخطط المغرب الأخضر وما ينبغي أن يوفره على مستوى الأمن الغذائي للمواطن وبالأسعار التي يطيقها نعم تماما في إطار نفس السياقة ودات السياقة وسط بورويس نعم هذه من السلبيات الكبرى هذه الدورات الشريعية الحالية الحكومة في مجموعة من تقارير هي تتفاخر بأن هناك الميزان التجاري سجل ارتفاعا ملحوظا وهذا الميزان التجاري أثرها بشكل إيجابي على المنتج الداخلي الخام بمعنى آخر بشنبسط الصورة هو أن على مستوى تصدير تم إغراق الدول الأجنبية بمنتجات محلية مغربية في المقابل المواطن المغربي لأنه تحت مضاربات إلى غير ذلك لماذا البرلمان أو عجزة لحدود ساعة مسألة الحكومة حول هذا الواقع هناك أرقام مطروحة إذن تنتكلمون نعم هو يواكب النقاش العمومي ولكن هل هو يواكبه بنفس الجدية وبنفس الحمولة التي يعاني منها المواطن المغربي تكلمنا على حماية القدرة الشرائية التي هي شرط أساسي كما قلنا في الدولة الاجتماعية لأن الدولة الاجتماعية كما تعلمون أوسط برويس هدفها الأساسي ولعامه وصيانة كرامة المواطن في جميع مراحل لعمرية وفي كل الظروف إذن هذا مدخل أساسي يجب مساءلة الحكومة عليه لماذا لم تتعطى حدود الساعة ولم تقدم أجوبة المالك في مجموعة من خطاباته الأخيرة تكلم على يجب الضرب من حديد بالمضاربات إذا الحكومة تملك من الآلية القانونية واللوجيستيكية من أجل حدم المضاربين الذين يشعلون لهيب الأسعار لماذا عجزت الحكومة عن مساءلة الحكومة حول هذه الوقائع هناك كذلك نقطة مهمة يجب الانتباه إلي وهي الطبقة المتوسطة في المغرب التي توجد حاليا في خطر المندوبية السامية للتخطيط قلت بأن هناك ارتفاع كبير لمعدة البطالة هناك ارتفاع كذلك في معدى الفقر والأهم هو أن أغلبية العائلات المغربية لاجأت إلى الصرف من مدخرة وهذه هدد بشكين كبير جدا طبقة المتوسطة ليصمم الأمن داخل كل المجتمعات إذن البرلمان نقول بأنها نوعا ما يواكب هذه التساؤلات التي تشغل بالمواطن المغربي المواطن المغربي لأن هناك معلومات هناك معطيات متداولة يتناولها المواطن العادي وهي مطرح التساؤل ومطرح مساءلة من قبل الحكومة لماذا البرلمان في نهاية الأمر عاجزة عن أن يرغم الحكومة على تقديم الجوة لأن ما لاحظنا في الأيام الأخيرة وهناك تنصل من مسؤولية كل وزارة تترمي الكرة لوزارة أخرى بأنها ليست مسؤولة عن الغالة ومسؤولة عن ارتفاع الأسعار في ظل المحدودية العمل الحكومي من أجل حد من هذه الموجة التي يعاني منها المغرب هذه كلها مواضيع مهمة للنقاشة العمومية موضوعات يهتم بها المواطن المغربي يجب البرلمان أن يكون عند مستوى الحادث ولكن شنو يتخلي البرلمان مع الأسف في هذه الحالة للضعف مرة أخرى هي حالة التابعية كما قلنا أستاذ بورويس في البداية الغير المنطقية للحكومة البرلمان يجب أن يتحمل مسؤوليته ويجب أن يحمل كذلك المسؤولية للحكومة في الصيق هذا تحدثت أستاذة خديجة والغازي عن جملة من النقاط الأساسية المرتبطة بفعالية هذه المؤسسة التشريعية في مواكبة أيضا القضايا المجتمعية الراهنة وذكرت أيضا في استهلال هذا الحديث مسألة الغياب ومسألة جاذبية هذه الجلسات جلسات الأسئلة الشفاهية أيضا جلسات العامة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة للدولة أنت ما تقييمك لجاذبية المؤسسة التشريعية لهذه النقاشات شوف أستاذ بورويس يمكن كذلك كانت مجموعة من تقارير سواء صدرت عن مصادر أو مراسد وطنية وكذلك كدولية تتكلم لمنسوب ثقة العمل البرلماني والحكومي لدى المواطن المغربي اتجاه عمل البرلماني واتجاه عمل الحكومة هنا مثلا تتحضر واحد تقرير مهم جدا تتكلم لماذا المواطن المغربي لا يطق في الأداء البرلماني لأن مع الأسف ما سنبخص العمل البرلماني ولكن مثلا لجان تقص الحقائق أو لجان استطلاعية أو المهم الاستطلاعية قامت بأدوار مهمة جدا في مجال محروقات على الأسعار المراقبات للمستشفية العمومية إلى غير ذلك وخرجت وأصدرت مجموعة التقارير المهمة لماذا لم يؤخذ بها إذن فشتبقى هذا التقارير حبيثة البرلماني يؤثر بشكل أو بآخر شيئنا أما بين على يعني الفعالية الفعالية ونجاعة عمل هذه المؤسسات هذه مع الأسف إذن يجب يجب على أولا على الممثيل البرلماني بداية أن يعرف قيمة الوظيفة التمثيلية التي يمارسها لأنها فينات الأمر هو تكليف وليس تشريف يجب أن يتحمل المسؤول نعم البرلمان كيف تكلمنا على الغياب مثلا ظاهرات الغياب لماذا سجل غياب مستشارين وممثلين مجلس النوب في نقاشات عمومية مهمة مرتبطة بالقدرة الشرائية وعلى الأخذر إلى غير ذلك هذا كل مع الأسف يحب هل استخدم البرلمان الأدوات المتاحة له مثلا في مثل هذه القضايا التي تهم وتشكل الانشغالات الحقيقية للمواطن الأدوات المتاحة له من قبيل لجان الاستطلاع ولجان التحقيق وغير ذلك هنا السؤال مرتبط بالأدوات التي استعملها البرلمان من أجل حد من ظاهريات الغياب أو من أجل تفعيل من أجل التفاعل مع قضايا المجتمع مثلا فيما يتصل بقضايا القدرة الشرائية وما يتصل أيضا بأسعار المحروقات وغير ذلك البرلمان يتوفر على أدوات رقابية في هذا الباب أليس كذلك نعم بالقطع يمكن كذلك شكرا على هذا السؤال في دورة الشرائية السابقة أستاذ برويس المعارضة تقدمت لدى مجلس النواب بأن تقوم بمهم استطلاعية حول القدرة الشرائية وحول غلاء الأسر إلى ذلك وتم رفضها لماذا هنا كذلك تنطرح جمعة من التساؤل هنا في هذه المسألة عندما يتعلق الأمر بقضية المحروقات عندما يتعلق الأمر بتقييم جمعة من مختطة الاستراتيجية التي تتبنى على المغرب خاصة المختط الأخضر والمختط الأزرق هنا المعارضة في الحقيقة كانت نشيطة جدا وطالبت بأن يكون هناك تكويجا تقصي الحقائل وليجا الموضوعاتية ولكن مع الأسف قوبلت بالرفض من قبل البرلمان وكما قلت لك مع رأسا أخرى هذا كل تيأثر على الصورة العمل البرلماني والجهاز الشريري بشكل نعم لدى المواطن المغربي هو يملك من الآليات ولكن نحتاج أستاذ بروي صراحة لنقولها نحتاج إلى الجرأة سياسية أكبر بكثير في الطرح في التعامل مع هذه القضايا المعيشية البرلمان أيضا إلى جانب هذا البعد هو فاعل ديبلوماسي فيما يتصل بالديبلوماسية الموازية هل شكلت هذه الدورة مناسبة لتفعيل هذا الدور بالشكل المطلوب الذي يوازي الأهمية التي تحظى بها العديد من القضايا وفي صدارتها مصالح المغرب فيما يتصل بالقضية الوطنية الأولى وهي قضية الصحراء المغربية نعم كما تعلمون أوتد برويس الديبلوماسية الموازية هي تساند الديبلوماسية الرسمية في تعريف بالقضايا الوطنية يمكن عدنا أهم أشهر الجنة التي هي نشطة هي لجنة الخارجية بمجلس النواب وهي تعتبر في طليعة العمل الديبلوماسي للبرلمان المغربي وفي هذه الدورة هذه بدأت لجنة الخارجية بمجلس النواب عقدة يعني مجموعة كبيرة جدا من اللقاءات والمشاورات مع باقي الفرق البرلمانية سواء كانت أسيوية أفريقية أو أوروبية كذلك يمكن النقطة الإيجابية التي يمكن أن نسجلها في هذه المستواد هو أنه في الأيام الأخيرة مجلس المستشارين المغربي حظية بمقعد مراقب دائم لدى اتحاد البرلمان أمريكا الوسطى وهو يعني مجموعة من اتحادات التي تضم عدد كبير جدا من دول أمريكا اللاتينية ومن شأنها أن يشكل بوابة أساسية للبرلمان المغربي بالتعرف بالقضايا الوطنية من جهة وكذلك هو يعزز دور البرلمان المغربي في ريادة المغرب للتعاون خاصة التعاون جانوب جانوب إذن هذه نقطة مهمة ممكن نحسبها لهذا الدورة هذه أسد بورويس يعني في وسائل الإعلام البرلمان الأوروبي وهنا نقطة كذلك تكسب للبرلمان المغربي لأنه لم يندد فقط بهذه التوصية ولكن ذهب إلى مرحلة أبعد بكثير وهو أنه طالب بتقييم العلاقات بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي والأهم تقييم لجنة مهمة اسمتها لجنة المشتركة الأوروبية المغربية والتي تم إحداثها منذ سنة 2010 يمكن كذلك لاحظنا كيف أن حتى المجتمع الدولي في المداخلة التي دارها الوفد المغربي مؤخرا في الجزائر وكيف أن المداخلة هذه حظيت باحترام الجميع وهذا كل من شأنه في نهاية الأمر أن يؤكد على عادلة القضية التي يدافع عنها المغربي إذن خطوة مهمة تبنى البرلمان المغربي في التعريف بالقضايا الوطنية أعطتكم جمعة من الأمثلة يمكن أن تحسب بشكل إيجاب لها الدورة الخريفية هذه المسألة كانت واضحة هذه الدينامية في حركية البرلمان المغربي منذ نقول ثلاث إلى أربع سنوات الماضية هذا الوعي والإدراك لأهمية الدور الدبلوماسية الموازية هل يجسد ذلك امتدادا لهذه الدينامية أكيد أستاذ بورويس لأن كين الدبلوماسية الرسمية وهناك دبلوماسية موازية يتبنىها البرلمان المغربي الدبلوماسية كذلك تمارس من قبل الفعاليات الوطنية سواء كان مجتمع مدني أحزاب سياسية كلها الديناميكية هذه يعني أشار إليها صاحب الجلال في مجموعة من الخطابات وأكد على ضرورة أن يكون إلى جانب الدبلوماسية الرسمية والعمل الرسمية يجب أن تكون هناك قوى أخرى تساعد أو تساهم في تنزيز والتعريف بالقضايا الوطنية مجتمع مدني أحزاب سياسية فعالية رياضية ثقافية في طرما يسمى بالقوى النعيمة أو الصفت باور شكرا جزيلا لك الأستاذة الدكتورة خديجة والغازي أستاذة القانون العام وعلم السياسة بكلية الحقوق بفاس شكرا لك على كل هذه التوضيحات بإمكانكم مشاهدين الكرام العودة إلى هذه الحلقة والاطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني ميديان تيفي دوت كوم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة